قال رحمه الله وتغسيل الميت أي من نواقض الوضو تغسيل الميت وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله استألوا على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضى وهذا الحديث اخرجه ابو داود والترمذي ابو ماجه لكن ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه ورد موقوفا على أبي هريرة وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ليس عليكم في غسل ميتكم غسل ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إن ميتكم ليس بنجس بحسبكم أن تغسلوا أيديكم والأصل في ذلك بقاء الطحارة فالذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه أكثر أهل العلم أن تغسيل الميت لا يوجب الوضوء